تعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني غير مرحب به في العراق هكذا أبدى معظم طلبة المدارس والجامعات رفضهم للنظام المزمع تطبيقه مع انطلاقة العام الدراسي الجديد الذي يبدو بأنه سيكون الأصعب على كافة الطلبة منذ سنوات أسباب عديدة تحدث عنها طلبة عراقيون تكفي برأيهم لغض النظر عن فكرة التعليم عن بعد بشكل كامل في بلد أنهكته الأزمات والفساد سواء في ملف التعليم أو في مناح الحياة الأخرى انقطاع الكهرباء المتكرر وسوء خدمة الأنترنت وعدز الكثير من الطلبة عن اقتناء حاسوب أسباب رئيسة من شأنها إفشال عملية التعليم عن بعد أسباب رئيسة من شأنها إفشال عملية التعليم عن بعد بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ويطالب طلبة العراقيون السلطات الحكومية بإعادة الدوام إلى الجامعات والمدارس أسوة بباقي القطاعات الأخرى التي استؤنف الدوام فيها فطلبتوا اختاروا العودة للتعليم المباشر رغم كل ما يعانيه قطاع التعليم من نقص في الكوادر التدريسية وتردي البنى التحتية وفقا للجان برلمانية لكن عودة الدوام إلى المدارس والجامعات محفوف هو الآخر بمخاطر عدة يأتي على رأسها تفشي وباء كورونا في البلاد ما يشكل تهديدا لسلامة الطلبة وفق ما أكدته نقابة المعلمين لا سيما في ظل ترد القطاع الصحي وعدم توفر علاج ناجع للمرضى إلى الآن ما يهدد بتحول المدارس والجامعات إلى بؤر جديدة لكورونا النقابة ذكرت بحاجة العراق إلى ما لا يقل عن 20 ألف بناية مدرسية لاستيعاب الزخم الطلابي والحيلولة دون تكتل الطلاب داخل القاعة الدراسية الواحدة محملة وزارة التربية مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة التعليمية الحالية أو توفر أجواء طبيعية على الأقل لإكمال الفصل الدراسي ويبقى السؤال الأهم الذي طرحه الكثير من الطلاب عن جدوى التعليم عن بعد ومدى نجاحه في ظل ترد التعليم المباشر أصلا في بلد مثل العراق ترجمة نانسي قنقر